اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من تميز في التطوير والتحديث على كافة المساويات وما تسهم به من دور محوري في الحفاظ على سيادة واستقرار مقدرات الوطن في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الاعلى حفظه الله ونوها سموه لدى لقائه بقصر ارفع اليوم معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بجهود معالي القائد العام لقوة الدفاع في تعزيز خطى التطوير لقوة دفاع البحرين وكافة منتسبيها ما اسهم بدور فعل في التأكيد لمكانتها وجهزيتها في الدفاع عن مكتسبات الوطن وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قوات الدول الشقيقة والصديقة ماريبا سموه عن تقديره واعتزازه بمنتسبي قوة دفاع البحرين ودورهم النبيل في دعم الشرعية وتقديم المساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر